زيك يا كبير مساء الخير يا سلام أهلا بيكي طبعا برحب بيكي وبرحب بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان مبروك للنادي الأهلي خطوة مهمة جدا في مشوار طويل لسه المشوار طويل لكن بداية قوية جدا للنادي الأهلي بنبارك طبعا للنادي الأهلي ولعبته رغم الصعوبات النهاردة الفوز على سمديب البطل النيجر رغم طبعا زي ما حضراتكم شايفين سوء أرضية الملعب اللي أثرت ما فيش شك على الأداء الفني للنادي الأهلي لكن خطوة مهمة جدا النادي الأهلي النهاردة فوز مهم على طبعا البداية وحمى البداية النهاردة بداية بطولة جديدة بطولة العشر إن شاء الله للنادي الأهلي أليو ديونج بيثبت كل يوم أنه صفقة من أهم صفقات النادي الأهلي يمكن آخر عشر سنين بيؤدي أداء أكثر من رائع هدف رائع فيه توقيت مهم جدا جدا الأهلي عازم على الحفاظ على اللقب الأفريقي بالرغم الظروف الصعبة يعني كنتم متابعيننا هنا متابعين فرقتنا اللي مر بيها رحلة النيجر ويمكن أبرز العناصر اللي كانت غايبة عمرسولية أفشة من الكلام عرامي ربيعة لكن النهاردة كمان أرضية الملعب السيئة جدا جدا يعني خلاص إحنا كنا بنقول إحنا في القرن الخلاص داخلين القرن الواحد وعشرين على الاتحاد الأفريقي كمان إنه لازم يبص لهذه التدعمات بعض الأندية اللي بتلعب في الدور الأفريقي أو في البطولة الأفريقية إنها لازم تكون عندها أرضية مناسبة جدا لكن لعبة الأهل رجالة دايما متعودين منهم على قهر الصعاب وده اللي حصل النهاردة بالفعل فوز مهم جدا كمان في غياب مسلماني زي ما احنا عارفين الحاضر الغائب لكن كان متابع كله صغيرة وكبيرة من خلال المباراة مع الجهاز الفني مع الجهاز المعاون قبل الصفر وقبل المباراة وحتى في أثناء المباراة تقلق زي ما قلنا أليو ديانج بشكل كبير جدا نسجل هدف أكتر من رائع وخلينا نقول يمكن نتكلمنا أن المباراة على الورق كانت مباراة سهلة لكن كمان خلي بالكم في نتيجة كمان الوداد المغربي بيخسر أمام الملعب المالي 1-0 احنا عارفين الوداد طبعا كان من ضمن المربع الدهبي في النسخة الماضية فده بيقول كمان أن كان فوز مهم جدا الناس بتقول فريق متواضع فريق متواضع عن النحية الفنية لكن كان فوز مهم شفنا الوداد بيخسر في مالي 1-0 ويمكن بتصعب مهمته في المغرب لكن كل طبعا التوفيق لفرقتنا مبروك لفرقتنا مبروك لأليو ديونج خاصة رجع مرة تانية بعد طبعا غياب طويل جدا يمكن أليو ديونج قبل المباراة دي كان قاعد فترة طويلة ملعبش بشكل كبير لكن النهاردة بيثبت أنه على مستوى عالي جدا ومن أهم اللعيبة اللي النادي الأهلي يمكن يعني تعاقد معها في الفترات الأخيرة ترجمة نانسي قنقر